أسبوع ملتهب بالتصريحات الحوثية المهددة بالتصعيد واستئناف الحرب تقابله مساع حثيثة ونقاشات تدور في الأروقة المغلقة من أجل الوصول إلى تسوية مقبولة من جميع الأطراف الحوثيون الذين طالبوا في البداية بإعادة توصيف إطار المفاوضات بعيدا عن مسميات الشرعية أو الدولة أولا وأن تكون السعودية طرفا لاوسيطا ثانيا بدى موقفهم أكثر مرونة خلال الفترة الماضية تلك المرونة تزامنت مع إشارة تضمنها خطاب العيد الذي ألقاه العليم من حضر موت بأن المرجعيات الثلاثة ليست غاية وأنه يمكن التنازل عنها في سبيل الوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة اليمنية من خلال تتبع الأحداث والمواقف والزيارة التي يقوم بها وفد الميليشي العسكري إلى الرياض وبحسب مصادر مطلعة أيضا فإن النقاشات قاربت من الاتفاق على إطار عام للمفاوضات ويبدو أن السعودية تبحث عن مساندة دولية لمساعيها قد تظهر على شكل قرار أممي جديد يعيد توصيف الأزمة اليمنية انطلاقا من النتائج التي ستصل إليها المفاوضات السعودية الحوتية على الجهة المقابلة يبدو مجلس القيادة الرئاسي الممثل للسلطة الشرعية أو على الأقل رئيسه مقتنعا بأن الوصول إلى تسوية سياسية كيفما كانت تعد إنجازا كبيرا وفتحا على مستقبل لا شك أنه سيكون مليئا بالتعقيدات والانقسامات الموقف الدولي المؤثر في الحرب اليمنية وبالأخص موقف بريطانيا والولايات المتحدة التي تعهد رئيسها بإنهاء الحرب في اليمن أثناء حملته الانتخابية يبدو كأنه واقع في تعقيد حسبة الربح والخسارة من دعم تسوية تسعى لها السعودية أملا في الخلاص من أهم أوراق الضغط التي مورست عليها خلال الفترة الماضية أو الوقوف ضدها على أمل إبقاء إحدى أوراق الضغط على الرياض الراغبة في الهروب من دائرة الضغوطات والهيمنة الغربية ترجمة نانسي قنقر